موسيقى التاسعة بتوقيت العاصمة طرابلس حياكم الله و أهلا بكم إلى هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار و البداية بالعنوين خدوغ الأوضاع في منطقة الهلال النفطي والقطراني يعتبر قرار تكليف المجلس الرئاسي لرئيس جديد لحرس المنشآت النفطية غير قانونية القوات الخاصة السعيقة تعلن مقتل اثنين من عناصرها بمنطقة العمارات 12 والهلال النفطية ويتؤكد سيطرتها على مواقع جديدة في بنغازل لجنة إعادة العائلات النازحة تعلن عودة نحو ثمانية ألاف عائلة إلى سرط منذ بداية فبراير الماضي وتقول إن الحياة تعود إلى المدينة بشكل منتظم أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم إلى التفاصيل أكد أحد عناصر السرية الدفاع منغازي يسر جبالي هدوء الأوضاع في منطقة الهلال النفطي خلال اليومين الماضيين وضف جبالي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن طائرات قوات عملية الكرامة لم تنفذ أي غارات جوية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية هناك كما أشار جبالي إلى استمرار سيطرة قواتهم على كافة المناطق الممتدة من بشر شرقا وحتى النوفلية غربا بحسب وصفه أفد الناطق باسم الهلال الأحمر الليبي فرع جدابيا منصور عاطي بارتفاع عدد الجوثة التابعة لقوات عملية الكرامة التي تم نقلها إلى مستشفى محمد المجاري في جدابيا إلى 35 جوثة منذ بدء اشتباكات مع سرايا الدفاع عن بنغازي وضف عاطي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عناصر الهلال قد نقلوا مساء أمس أربع جوثة من مناطق الاشتباكات في بشر إلى المستشفى ومشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق حول دخول فرق الهلال الأحمر لمنطقة الاشتباكات من أجل انتجال الجوثة وإجلاء العائلات العالقة وشرعات إلى وجود نقص كبير في المعادات والمستلزمات الطبية في مستشفى راسلانوف العام ومستشفى محمد المجاريف في مدينة جدابيا قال نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني أن تكليف المجلس وحكومة الوفاق رئيسا جديدا لحرس المنشآت النفطية باطل قانونيا بحسب وصفه وضف القطراني في بيان له أن قرار الرئاسي قد اتخذ دون توافق وهو ما يجعله غير واجب للتنفيذ مشيرا إلى أن الآمير الشرعي حسب وصفه لحرس المنشآت النفطية هو العميد مفتاح المجاريف المكلف من قبل القيادة العامة التابعة لمجلس النواب بحسب تعبيره وطلب القطراني المجلس الرئاسي باحترام الاعلان الدستوري والأحكام الصادرة عن القضاء والتوقف عن إصدار قرارات تزيد من حالة التشضي والانقسام في المشهد السياسي وفق نص البيان هذا وقد أشار أمير حرس المنشآت الذي كلفه المجلس الرئاسي دريسبو خمادة إلى أن الأوضاع في منطقة الهلال النفطية تحت السيطرة وبإمكان كل الشركات العاملة مع المؤسسة الوطنية للنفط استئناف عملها مشيرا إلى أن حرس المنشآت وضع خططا لتأمين المنطقة أن العائق الوحيد الذي قد يقف أمامهم هو طيران تابع لقوات عملية الكرامة وفق قوله أمن متقر فيه وفي إمكان الشركات أن تمارس عملها بيريحية وإن شاء الله الوضع تحت السيطرة نحن الآن وضعنا قطبتنا وأمننا المنطقة وحاجة واحدة مثل اللي مسوسة على أمن المنطقة هو الطيران الكرامة ولكن المقاتلين ومن الطرفين كلهم بعيد على المنطقة موسيقى في مدينة بنغازي أعلنت القوات الخاصة السعيقاء مقتل اثنين من منتسبيها خلال اليومين الماضيين أحدهما في منطقة العمارات 12 في المدينة والأخر في الاشتباكات الدائرة بمنطقة الهلال النفطية أضافت القوات الخاصة السعيقاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن عناصرها قد سيطرت على مواقع جديدة في منطقة العمارات 12 كما تمكنوا من سحب جثة تعود لعنصر تابعا لها من المنطقة مشيرة إلى انفجار لغم أرضي في العمارات 12 دون أن توضح حجم الأضرار التي خلفها هذا الانفجار موسيقى في ملف أخر قال نائب رئيس لجنة عادة العائلات النازحة من سرطة حديد إن ثمانية ألاف عائلة عادت إلى منازلها بمدينة سرط منذ انطلاق أو إطلاق عملية لعادة مطلع شهر فبراير الماضي أضاف حديد لقناة ليبيا لكل الأحرار أن العمل جار على إعادة العائلات بشكل منتظم إلى حي الزعفران وفي السياق ذات أكد نائب رئيس لجنة عادة العائلات النازحة إلى سرط أن الدراسة قد استقنفت في أغلب المدارس موضحا أن مستشفى بن سينة بالمدينة سيدخل العمل رسميا نهاية مارس الجاري هذا وقد أكد مدير مصرف الجمهورية فرع سرط محمد طبولي تسلم المصرف لسيولة النقدية قيمتها ربع مليون دينار ليبي مخصصة لزبائن المصرف من مواطني سرط النازحين أضف طبولي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المصرف سيشرع اليوم بالتعاون مع مصرف الجمهورية فرع زناتا بطرابلس في توزيع سيولة على مواطني سرط النازحين مشيرا إلى أن سقف السحب على السك أحدد بخمسمائة دينار ليبي أكد مدير مصرف الجمهورية فرع سرط أنه فور الانتهاء من ربط الاتصالات الهاتفية بالمنظومة المصرفية عبر الانترنت سيتم الشروع في استئناف العمل بالمصرف بمقره في المدينة نقش عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوثاق الوطني محمد عماري مع المسؤول الأمني لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا باولو سيرا الأحداث الجرية بالهلال النفطي والوضع الأمني في العاصمة طرابلس وأكد اللقاء ضرورة أن تبسط حكومة الوثاق الوطني سيطرتها على منطقة الهلال النفطي وتمنع أي أحداث قد تعرقل تصدير النفط مشددين على دعم حرس المنشآت النفطية ودع الطرفان إلى أهمية اتخاذ الحلول السلمية وفتح قنوات الحوار بين الأطراف المتنازع وصولا إلى حلول سلمية تحقن الدماء ويتتيح الفرصة لعودة المهجرين إلى مناطقهم حتى عماري وسير جميع الأطراف على المحافظة على استقرار الوضع الأمني في طرابلس وتجنيبها أي نزاعات مسلحة وإخراجها من دائرة الصراعات العسكرية بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي مع آمر الحرس الرئاسي العميد نجم النكوع آخر التطورات الأمنية في ليبيا والخطوات العملية التي اتخذها الحرس الرئاسي لتأمين مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية في العاصمة طرابلس وجميع أنحاء البلد وبحسب المكتب العالمي لرئيس المجلس الأعلى للدولة فقد أكد سويح لدعم المجلس للحرس الرئاسي في تنفيذ مهمه لتأمين كافة مؤسساتها ومنافذها الحدودية والحد من مظاهر انتشار السلاح والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وشرعية حكومة الوفاق الوطنية من جانبه أكد النكوع استمرار الحرس الرئاسي في القيام بمهمه ودعم مؤسستي الجيش والشرطة شدد الوزير الأول الجزائري عبد الملك سلال على أهمية تسوية السياسية في ليبيا سبيلا وحيدا لإنهاء الأزمة الداخلية في البلاد وجدد سلال خلال لقائه اليوم في تونس مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد موقف وقناعة الجزائر بأن الحل الوحيد في ليبيا لا يتم إلا بتسوية سياسية مشيرا إلى أنه يتوجب على دول الجوار مرافقة ليبيين لتحقيق هذا الهدف عبر حوار ليبي ليبي هذا وقد عضو الأمانة العمل للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي الجزائر إلى رعاية مؤتمر وطني لسلام والمصالحة في ليبيا كما فعلت المملكة العربية السعودية مع الأطراف اللبنانية في اتفاق الطائف أضف الصلابي في لقاء صحفي على أن حل الأوضاع في ليبيا يكون عبر مؤتمر موطني للسلام والمصالحة الشاملة يشارك فيه كل الليبيين دون استثناء وترعاه دولة إقليمية محايدة وتدعمه الأمم المتحدة مشيرا إلى أن القتال لا يعتبر حلا لتقرير مستقبل البلاد أضح الصلابي أن المؤتمر يجب أن يناقش قضايا الحكم المركزي واللمركزي والفيدرالية وتوافق على قواعد عادلة لتوزيع الموارد والاعتراف بمختلف المكونات العرقية وتعبيق مفهوم المواطنة هذا وقد رأى المحلل السياسي جمال عبد المطالب في نشرة سابقة أن الجزائر مؤهلة للقيام بدور في إنهاء الأزمة الليبية مشيرا إلى أنها اتخذت موقفا وصفه بالعاقل أثناء ثورة فبراير شرع عبد المطالب إلى أن الجزائر تملك علاقات جيدة مع الأطراف السياسية الليبية وتحتاج فقط للاتفاق مع مصر للتعاون معها في إنهاء الأزمة الليبية أعتقد أن الجزائر موقفها معروف حتى في فبراير وقفت موقفا أزعج ثوار فبراير ولكنه موقفا كان عاقلا راعة الجوار لكي تتواصل مع الجميع هي لا تعادي الكرامة مازالت عندها نقطة واحدة لو اتفقت مع مصر وأعتقد أنها بادل جهد في موضوع آخر أعلنت وزارة المالية تابعة لحكومة الوفاق الوطني أنها أحالت أذونات صرف مرتبات القطعات والمراقبات لشهر يناير وفبراير إلى مصر في ليبيا المركزي شرت الوزارة إلى أن إحالة أذونات صرف جاءت عقب إثمام إجراءات مطابقتها بمنظومة الرقم الوطني في مركز التوثيق والمعلومات أتابع لوزارة المالية منوهة بأنه من ضمن هذه الأذونات استقطاعات الضمان والتضامن والجهد طلب وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني بدد جونسو عمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية واللجانة التسيرية ومدري المناطق الإدارية بموافته بالحسابات الختمية والتسويات المصرفية لجميع الحسابات عن السنوات الثلاث الماضية وشدد جونسو في بيان صادر عنه على ضرورة موافاته بشكل عاجل وذلك بهدف الشروع في وضع ألية لتوزيع مخصصات الطوارئ المالية على البلديات والمجالس المحلية للمدن أكدت اللجة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تطويرها لمنظومة جديدة خاصة بتسجيل الناخبين في بلديتي الزاوية وبنيوليد وذلك في إطار استكمال العملية الانتخابية للمجالس البلدية وأضافت اللجنة المركزية عبر صفحتها على فيسبوك أنها قد أنجزت خمسة وستين بالمئة من تنفيذ وتصميم المنظومة مضحة أن المنظومة الجديدة تتمتع بمميزات جديدة ومختلفة وسيتم تسجيل الناخبين عن طريقها برقم جديد قالت هيئة الرقابة الإدارية أنها نبهت العديد من الجهات المسؤولة بالدولة الليبية إلى خطورة ما سيأول إليه وضع شركة أغندا للاتصالات ولكن دون أن تتخذ هذه الجهة أي إجراء بناء على الملاحظات الموجهة إليها أكدت الهيئة في بيان صحفي نشرته هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها على فيسبوك أنها خاطبت رئيس المجلس الرئاسي والمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار وشركة ليبيا للاستثمارات الإفريقية ومصرف ليبيا الخارجي دون أن تطلق أي رد وكانت الحكومة الأغندية قد صادرت شركة أغندا للاتصالات التي تملك الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات نسبة 69% من أسهمها نواصل هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار وفيها بعد الفاصل تسريبات منصوبة لمستشار سابق في مجلس نواب حول عدد من القضايا تظهر العمل على توجيه الرأي العام باستخدام معلومات مغلوطة مغلوطة هدوء الأوضاع في منطقة الهلال النفطي والقطراني يعتبر قرار تكليف المجلس الرئاسي لرئيس جديد لحرس المنشآت النفطية غير قانونية القوات الخاصة السعقة تعلن مقتل اثنين من عناصرها بمنطقة العمارات 12 والهلال النفطي وتؤكد سيطرتها على مواقع جديدة في بنغاز لجنة إعادة العائلات النازحة تعلن عودة نحو ثمانية ألاف عائلة إلى سيرت منذ بداية فبراير الماضي وتقول إن الحياة تعود إلى المدينة بشكل منتظر أهلا بكم من جديد بثت قناة النبا الفضائية تسريبا صوتيا قالت إنه للمستشار السابق لفريق الحوار التابعي لمجلس النواب محمود المصماري ويظهر الشريط محاولات توجيه الرأي العام فيما يتعلق بعدة قضايا من بينها ما يجري في منطقة الهلال النفطي عودة العائلات المهجرة من بنغازي والعلاقة مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الفرينة من بنغازي هذا وتنوه قناة ليبيا لكل الأحرار بأنها لم تتمكن من التأكد من مصدر التسجيل أهم موارد في تسريب نستعرضه في سياق هذا التقرير بثت قناة النبا الفضائية تسريبا صوتيا للمستشار السابق لفريق الحوار التابع لمجلس النواب محمود المصرات مع شخصية عسكرية تابعة لقوات عملية الكرامة ويتحدث المصرات في التسريب عن استخدام معلومات مغلوطة الهدف منها تشويه قوات سرايا الدفاع عن بنغازي واتهام عناصرها بأنهم تابعون لتنظيم القاعدة ويؤكد المصرات العمل على إثارة الرأي العام ضد عودة عائلات بنغازي المهجرة فيما يكشف الطرف الآخر عن معلومات استخباراتية وردت إلى قادة عملية الكرامة تفيد بقبول الشارع في بنغازي لعودة العائلات المهجرة إلى ديارها مضيفا أن هناك تخوفات لدى قيادة الكرامة من هذا التوجه العام لدى الشارع البرقوي التسريبات تتضمن معلومات عن علاقة قوات عملية الكرامة مع عناصر تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة حيث يطالب الضابط من المصرات ضرورة التواصل مع عناصر تنظيم الفارة من بنغازي أقول لك شيئا يا محمود نعم أجمال أني طلعوا من بنغازي أعرفهم اللي كانوا في الصافي نعم أغلبية مخشو البنوليد وهم ديرين قوة مع بنوليد ومن تشتينهم معهم بس بس لا لا معهم بس كان في تواصل يكونهم يخفوهم بس ما يخلوهم مش بينين ووردت في التسريب أيضا معلومات عن جهاز الأمن الداخلي وعن الدور الرئيسي الذي تلعبه الميليشيات التشادية في الصراع العسكري بليبيا حيث أكد الشخصية العسكرية وجود مرتساقة تشادية في صفوفهم مبينا أن قواتهم تعاني من نقص في أعداد المقاتلين هذا وقد دعت المنظمة الليبية لمنظهزة خطاب العنف والكرهية في بيان لها أصدرته يوم الاربعاء وسائل الإعلام الليبية والنشطين على صفحات التواصل الاجتماعي إلى الامتناعي عن تحريض بمختلف أسليبه وأشكاله وحثهم على منهضة هذا الخطاب وطلبت المنظمة في بيانها على هامش إعلانها برنامجها للعام الحالي طلبت كل من يمول ويشرف على وسائل الإعلام الليبية في الداخل والخارج بتغليب مصلحة الوطن وتحمل مسؤولياتهم الوطنية والقانونية والالتزام بموثيق الشرف الإعلامية هذا وقد رأى الإعلامي وليدرتيما في برنامج خبر وبعد أن حالة الانقسام بعد الثورة جعلت من الرأي العام هدفا لمختلف المشاريع عبر تكوين صور نمطية وخلط الحقائق وفق تعبيره طرف الثورة المضادة اشتغل على فكرة تبليل الرأي العام بمعنى ذهب إلى خلط الحقائق ذهب إلى وصف الخصوم بأوصاف خالية من الموضوعية وضع كل الخصوم في سلة واحدة على عكس المعسكر الآخر هنا ونصح التعديد والذي حتى برسط فصيل في خطابها العلامي هناك نوع من الموضوعية وإن كان في بعض الأحيان يشط ويلضلق أيضا في خطاب مشابه من جانبه قال الناشط المدني أكرم الفزاني في برنامج خبر وبعد أن الإعلام في ليبيا يعاني مما أسماها أزمة تأجيج عواطف الناس واستغلالها وقد سهمت في تأجيج الصراعي وفق تعبيره نحن واقعين في أزمة في ليبيا أزمة تأجيج وللأسف بعض الإعلاميين الذين يمثلون الإعلام المضلل لا أقصد الإعلام التوعوي والجيد والإيجابي ولكن هؤلاء ساهموا في تأجيج الصراع وفي سفك الدماء وللأسف يستغلون في طيبة الناس وعواطفهم وهم يتقضون بذلك الأموال ليساهموا مساهمة حقيقية في تأجيج الصراع وخلق الأكاذيب على صعيد أخر بث خفر السواحل بمدينة الزاوية مقطعا مصورا يظهر عملية السيطرة على ناقلة تحمل اسم ميرلي من قبل دورية حرس السواحل نقطة مصفات الزاوية وبحسب المقطع فإن السفينة تحمل عالم روسيا وعلى متنها طاقم مكون من سبعة أشخاص يحملون الجنسية الروسية وكانت في طريقها لتهريب الخردة المعدنية من ميناء زوارة باتجاه تركيا أعلن وزير صحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني عمر الطاهر بشير تسجيل أكثر من أربعة ألاف مريض بالفشل الكلوي في مختلف أنحاء البلاد ورحب الوزير خلال حضوره للاحتفالية التي أقيمت في العاصمة طرابلس بمناسبة اليوم العالمي للكلة بالجهود التي تبذل من قبل العناصر الطبية والطبية المساعدة لتقديم الخدمات للمرضى الذين يعانون هذا المرضى كما أعلن الوزير دعم وزارة الصحة وجهاز الإمداد لمراكز غسيل وعلاج الكلة وذلك بتوفير كل احتياجاتها ووضعها من ضمن أولويات القطاع مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل إسئناف العمل بالمركز الوطني لزراعة الكلة أعلن رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميلاد الهجرسي أن سعر تعبئة استوانة غاز الطهي في مركز توزيع مستودع الهاني لتوزيع استوانات الغاز حدد بدنار ونصف وبحسب إدارة التواصل والإعلام بمجلس رئاسة الوزراء فإن المركز سيستمر في التوزيح حتى نهاية شهر رمضان للحد من استغلال بعض موزعية الغاز للمواطن ودعا الهجرسي المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أي شائعة تهدف لخلق أزمة في الوقود وازدحام أمام المحطات مؤكدا توفير غاز الطهي في مراكز التوزيع بكميات كبيرة تسد احتياجات المواطنين أفد مدير مطار تمرهند الدولي حمزة حسن باستئناف الرحلات في المطار وقال حسن إن المطار قد استقبل صباح اليوم رحلة قادمة من مطار معتيجة كما أقلع الطائرة من مطار تمرهند باتجاه العاصمة طرابلس وعلى مأمتها 86 راكبا أشار حسن في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار إلى أن المطار سيسير ثلاثة رحلات في الأسبوع مؤكدا أنهم مستعدون لاستقبال الرحلات وأن المطار مؤمن يذكر أن الرحلات قد توقفت من مطار تمنهند الدولي وإليه بعد حادثة اختطاف الطائرة التابعة للخطوط الإفريقية في شهر ديسمبر الماضي وتغيير مسارها إلى مطار فاليتا بمنطا وصلنا بكم مشاهدنا إلى ختم النشرة وهذا تذكيرون بأبرز ما جاء فيها هدوء الأوضاع في منطقة الهلال النفطي والقطراني يعتبر قرار تكليف المجلس الرئاسي لرئيس جديد لحرس المنشآت النفطية غير قانونية القوات الخاصة السعيقات تعلن مقتل اثنين من عناصرها بمنطقة العمارات 12 والهلال النفطية وتؤكد سيطرتها على مواقع جديدة في بنغازم لجنة وعادة العائلة النازحة تعلن عودة نحو ثمانية ألاف عائلة إلى سيرت منذ بداية فبراير الماضي وتقول إن الحياة تعود إلى المدينة بشكل منتظم وصلنا إلى ختم النشرة تفاصيل أوفة تجدونها على ليبيا الأحرار تيفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب شكرا لكم على كرامي رزغا أطيب المنا وادمتم في أمن الله اشتركوا في القناة